موسيقى غضب أهالي طلاب مدرسة صلاح سالم للدغاد بلد قهلية بعد أن تفاجأوا بنقل المدرسة إلى مكان جديد وسط الأراضي الزراعية والتي تمثل خطورة على الطلاب بحجة أن المدرسة القديمة أصبحت لا تستوعب الأعداد ولا بد من النقل مدرسة صلاح سالم كانت في منطقة سكنية فيها حماية للأطفال فيها خط المية بتاعها نضيف ما فيش حواليها تلوث بين قتلة سكنية دلوقتي اتنقلت للمكان اللي حضرتكم شايفينه في منطقة وسط الأراضي جنبها مصرف عام بتاع مركز مينة النصر قدامها مصرف تاني للأراضي بيتمالى مية حضرت مواشي قدامك حضرتك مكان غير مهيئ للاستعمال الأدامي أنا ليها بنت في سنوي وبنت في تاني عداد أأمن عليها إزاي تيجي في منطقة زي دي حضرتك شايف المقابر وصورت المقابر قريبة جدا صورت الطريق اللي يوصل للمدرسة وشفتي قد إيه حجم الكارسى اللي إحنا فيه تفتقد المدرسة الجديدة إلى المرافق والخدمات كما أن الطريقة إليها غير ممهد وهي تقع وسط منطقة زراعية نائية تنتشر بها مقالب الكمامة ما ينفعش إن أنا جيب بنتي المسافة دي المسافة طويلة جدا والطفلة دي مريضة سرطان وعمل عملية قلب ما ينفعش البيئة دي تبقى ملأ مليها وفين الأمان فيه تعبين فيه حشرات فيه الأمن مجلس الأمن هنا ما بيسمع لناش اختروه من نفسهم وثلاثة إرباعهم ما فيش لهم أولياء أمور طلبة في قلب المدرسة بناء على إيه حضرتك بنيجي نتكلم بجي أتكلم يقول لي مش عاجبك إن إليها إن إليها ليه طب بروح بيها فين أمن الإدارة جابنا قبل كده من شهر بسبب الموضوع دي عشان كلمتين كتبتم على الفيز بنقيله المدرسة دي عشان يوفروا مكان لإدارة مليت النص التعليمية اللي واخد حكم بالطرد مدير الإدارة واخد سنة ووكيل الوزارة واخد سنة يعمله إيه المدرسة اللي ورانا دي اللي في الزريبة دي حالا مقفولة بلها ثلاث سيديين قال لي روح الوقت الآن نطلبك طالبني لإيه الآن نلبكن طالبني وعاتيني وراء أكتب دخلني لمدير الإدارة قلت له نفس الكلام قال لي أنتوا حرين مع وكيل الوزارة إحنا ما نراش يعمل لكم حاجة والمدرسة ما كانش تتقلت في الوقت ده في خلصة من الزمن اجتمعت نظوم الفساد اللي موجودة ونعلت المدرسة بسبب كده إحنا لما جينا نطالب إن إحنا نوصل صوتنا لفوق وقفونا وجم ضربونا وهزقونا واعتدوا علينا روحنا لمدير الإدارة قبل ما ناخد أي خطوة رفضوا يقابلنا رجعهم قالهم هيجي الساعة 12 طب فين حقنا إحنا عايزين صوتنا يوصل أنا نفسي المدرسة ترجع تاني على أي أساس هما نقلوا المدرسة دي إحنا جايين من المدينة ينقلوها لنا في أرياف في وسط الغطان في وسط شوفي هنا الحيوانات وفيه تعابين فيه يعني حاجات يعني غريبة بصراحة هنا يعني أنت منين نقلتها من المدينة تحطها في قرية وفي قرية فين ده آخر القرية يعني في وسط الغطان زي ما أنت حضرتك شايفة معلش طالب صغير طفل ست سنين سبع سنين تمان سنين لو حضرك حاب يخش الحمام يعمل إيه وما فيش حمام جوه مش هيعمل أي حاجة تب إزاي الشخص الكبير ممكن يستحمل وبيستحمل غصبا عنه تب ده طفل يعمل إيه تيجي تكلم سيادة المدير يقول لك معلش بعد إذنك ممكن تجيب كيس معك وانت جاي وما نديل تولدت عايزة روح المدرسة الأولانية كانت أحسن المدرسة دي بتاعت التربة أنا عايزة روح مدرسة شراح سالم أنا بطلع من البوابة بلاي تعبنهن وبخير وبعد كده أنا أنا بقى ما بجاكل بقى ما بعرفش هيكل الدبان بتلمى علي ماشي وأنا قاعدة مكانه وقاعدة مع المس الدبان والنحل بتلموا علي وبقوم من مكانه وبعد أقول للمس وحاجة تانية الحمام مش على المزاجة مش بعرف أعمل الحمام وبعد إذنك وأنا اسم روفان غزال لو ينفع توصلولي عم السيسي لقى الحق في توفر المناخ التعليمي صحي وآمن قبل التعليم فعل المسؤولين أن يجدوا حلا يحد من مخاوف الطلاب ومعاناتهم